عادة شونت؟ ألو ألو أسمعك؟ الحمد لله من هو ياية؟ رواء رواء يا هلب رواء ومرحبا رواء احنا اليوم نحتي على الطموح وتحقيق الأهداف شنو ببالتوا يصيرين؟ شاعرة شاعرة؟ طيب يعني اكيد اللي يدخل بهيتي مجال يا أما يروح كلغة عربية يعني يتميز باللغة العربية أو يجيد اللغة العربية إذا كان شعر فصيح أو حتى إذا كان شعبي أو يدخل الفنون الجميلة يعني أشياء قريبة للشيء اللي انت طالبتها أو للشيء اللي ببالت طيب بما أنه انت تريدين تكونين شاعرة وشاعرة إن شاء الله عراقية عربية منهم من الشعراء السمعين؟ ضياء الميالي ضياء الميالي طيب احنا نشوف بالأولة الأخيرة يا رواء كثير من الشباب والبنات عندنا من الجيل الجديد أنه يحبون الشعر ويكتبونه ويقولهم قصائد حلوة منهم تشوفين من الشعراء قصائدها قريبة أو تحسينها قريبة شخصيتة أنت على المياحي على المياحي زين حافظة شعر من الأسماء اللي ذكرتيها حافظة لهم شيء معين شعجب؟ يعني قصائد حافظة لهم يعني إذا حابت سمعينه شيء فأوكي لا لا أقدر ليش لا شو أنتريدي نستطرين شعره وانتي هسه من خلال اتصال ما تقدرين تقرير يعني كم شيء بسيط من قصيدة أو بيت أو أبوذية أو دارمي أنت أبوذية تمام أوكي يلا سمعينه أقول مو أبوذية وإنما راح أحتي يعني شعره هو حلو أنا عاجب من دائما أوكي يلا نسمعه المهم أنه سمعين نبداعج بما أنه أنت شعره أو مشروع شعره بالمستقبل إن شاء الله أقول ليش لو فيها صاحبي بدنيا يظل خسران أهام وليش اللي يحب من صدق يشوف العذاب الوان حلو مدى الذنب بالبشر مدى الزمن تعبان أي قاله لصنفك خلاص ويتغير الإنسان وأدري بطريقي صعب وأمشي بجي في النعسان وأدري الأحبة حلم ضايع بلا عنوان الله بس تبقى أنت لو فيه وأحلف إليك بالقرآن مهما يطول الزمن تبقى أنت عز الإنسان الله علي شعر أنت كاتبته أو خاص بشعر معين لا خاص بشعر معين إن شاء الله يا ربي الهدف أو الشي اللي ببالج إن شاء الله يتحقق وإن شاء الله يا ربي بالمستقبل تكونين شاعر عراقية عربية كونتنا الشاعرات العراقية عدنا قلة قليلة أو أسماء قليلة جدا إن شاء الله تكونين أنت من ضمنهم وتكونين بارزة شكراً للمشاهدة شكراً إليك والإتصالك والمشاركتك تحياتي إليك والعائلة الكريمة وشكراً للمشاركتك شكراً للمشاهدة